موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الهاد الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مشاهدين الأكارم وشاهدي قناة كربلاء الفضائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم دولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وملامح المشروع السياسي للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وقراءة في دعاء الندب أنموذجا لقد دأب أئمتنا عليهم السلام على الرغم من الظروف الحساسة لأزمنة الجور وتعددها والفتن الشديدة التي عاشوها ما بين زمان بني أمية مرورا بزمان بني العباس أن يرسموا لنا معالم البرنامج التكليف في زمان الغيبة ومن تلك البرامج الأدعية الشريفة ومنها دعاء الندب الذي يروى عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه كما في بعض المصادر محاكيا لزمان الغيبة في بعض عبائره حيث نقرأ ليتشعري أين استقرت بك النوى فهو عليه السلام يهيئ أشياعه للحفاظ على هذه الأمانة والتذكير بها دوما كما أنه يخاطب الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف والتذكير به صلوات الله وسلامه عليه كما وأنه لو كان حاضرا ومولودا آنذاك بل أي أرض تقلك أو ثرى أبرضوة أو غيرها أم ذي طوى إذ يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا الشأن بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا وصولا للانفتاح على بعض ملامح مشروعه المبارك ومن ذلك مشروعه السياسي الذي يلتقي بكل مفردات مشروع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وأوصياء الأنبياء ومقدمات ذلك الإصطفاء الذي له درجة وموقعية عظمى ومقدمة مهمة في هذا المشروع الكبير لذا سنتوقف عند هذا المحور ابتداء لكن ابتداء دعوني يرحب بضيف سماحة الشيخ أحمد الإحمداء والأستاذ في مدرسة الإمام الحسين في الصحن الشريف أهلا ومرحبا به ضيفا عزيزا علينا في هذا اللقاء أهلا وسهلا أستاذ محمد الله يحبظكم حياكم الله سماح الشيخ ابتداء يعني أوردنا نتعرف على النقاط المشتركة بين فلسفة بعثة الأنبياء والرسول وحقيقة الإصطفاء نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي يا رب على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرة ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة ابتداء دعاء الندبة أستاذ محمد عرج على كلامك أنه قيل أنه يروى عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية اللي وارد فيه دعاء طبعا هو ورد فيه كتاب المزار للمشهدي مزار كبير للمشهدي المشهدي نقل عن أستاذ الشيخ المفيد فالدعاء مدعاء هين والراوي ليس راوي هين محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري قال إنه الدعاء لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه توقفوا العلماء ما معنى الدعاء لصاحب الزمان هل أنه وارد من الإمام صلوات الله وسلامه ونحن ندعو له أم الدعاء مؤلف من قبل هذه الشخصية طبعا مؤلف في بعض الأدعاء قد تكون مؤلفة لكن هل هو لصاحب الزمان أو لهذا الشخصية لا يبدو أنه بعنوان قل يعني للإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه وليس للإمام الصادق عليه السلام لصاحب الزمان بعنوان قل كما في الزيارات عندما تأتي إلى زيارة الشهداء قل بأبي أنتم وأمي حتى لا يأتي الإشكال أنه كيف الإمام المعصوم يقول بأبي أنتم وأمي لا لا بعنوان قل للزائر للمؤمن لشيعتهم يقول لأم عليهم أبضل الصلاة والسلام لا يقاس بهم أحد حتى لو كانوا شهداء كربلا الأم لدرجة صفة المصطفات درجة المصطفات من الخلق الأم طبعا الأم عليهم أبضل الصلاة والسلام لكن كما يقول أفون سماحة الشيخ يقال أنه الاعتراض بين أن يكون مثلا الدعاء صادر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكذلك عن الإمام الحج عجل الله تعالى وفرجه الشريف بعنوان الزيارة له طبعا أول مرة إذا نظرت إلى الدعاء تجده منظومة عقائدية يعني دورة عقائدية مكثفة أنت تدخل في دورة عقائدية مكثفة من قرارة الدعاء تبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى تبدأ بالأصطفاء الله سبحانه وتعالى الأنبياء أصطفهم طبعا واختارهم قال قاعد يعترض شخصهم أنه كيف يختارهم والله عصمهم واختارهم وكذ طبعا اختبرهم وامتحنهم بعد أن شرط عليهم الزهدة في درجات هذه الدنيا الدنيا وشرطوا له ذلك يعني التزموا بأه طبعا في أي عالم يبدو أنه في عالم الذر وقبل ذلك ولا لا يمكن ترجيح بلا مرجح أن يجعل هذا نبي وهذا إمام ولا يجعل الشخص القلاني إمام لابد من مرجح في هذه الشخصية حتى تكون نبي ولابد من مرجح في الشخصية حتى تكون إمام إذن الوفاء وعلم منهم الوفاء وبالتالي هذا يختارهم أول اختار العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه علاقة بين السماء والأرض يرسمها هذا الدعاء الشريف العلاقة بين الأنبياء جميعا وخطط الأنبياء جميعا من آدم عليه السلام حتى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبو ثم إلى خاتم الأوصية يتحدث عن منزلة الأنبياء اللي مروا يتحدث عن آدم يتحدث عن فلان يتحدث ثم يتحدث ماذا عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه ومنزلة والعظيم وخاتمة الشرع وخاتمة الأنبياء هذه الدنيا يتحدث عن أمير المؤمنين صلواته الله وسلامه عليه يتحدث عن المظلومة طبعا أحاديث كثيرة كأنما أنت تستعرض الأدلة على إمامة أمير المؤمنين لأن الدعاء استعرض أن كنت مولا فاذ علي وقال 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 هذه التصريحات الواردة في الدعاء ثم يتعرض للمظلومية المظلومية التي يتعرض لها الأوصية أين الحسن أين ابناء الحسين ثم يتعرض ماذا للظلامة والمناجاة مع الإمام الغائب صلى الله عليه وسلم أنه نفتقد حبيبنا الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم وبالتالي نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرجه وأن يحقق العد طبعا فيه بكاء فيه لوعة فيه ندبة من أين جاء اسم دعاء الندبة؟ ليندب النادبون فليبكل باكون ليندب النادبون إذا من هذه اللغة جاء اسم دعاء الندبة وبالتالي بكاء إيجابي تمهيدا لظهور الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم إذن منظومة عقائدية يحتوي هذا الدعاء يشمله هذا الدعاء المبارك عن الوارد عن الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم بهذا النص الذي ورده في كتاب المزار للمشهدي والذي يرويقونه طبعا محدد محمد بن علي بن أبي قرة إضافة إلى هذا الأستاذ الشيخ المفيد محمد بن حسين بن سفيان بوزم خلاصة دعوة الأنبياء التشابة بين الأصفياء ماذا يريدون؟ أولا نحن نعلم أستاذ محمد أن الحج قبل الخلق نعم سنت حج قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق الله سبحانه وتعالى عندما ماذا أراد أن يخلق البشر بقى قال أني جاعلهم في الأرض خليفة جاعلهم في الأرض خليفة تردت الملائكة الله سبحانه وتعالى لم يجعل حج من الملائكة وهم المصطفون عنده فكيف يمكن أن يجعل الحج يختارها البشر؟ إذا لم يجعل الملائكة وهم المعصومون الذين لا يعصون الله سبحانه وتعالى فيما يأمرهم ويفعلون ما يؤمرون بمعنى الآيات بمضمون الآيات المباركة فكيف يمكن أن يجعل الاختيار للبشر العاصين؟ إذن هذا الاختيار والأصطفاء والإجتبار كما أن الله طلع في الرواية أستاذ محمد طلع على الأرض فاختار منها مكة المكرمة وطلع على الأزمان فاختار ماذا؟ منه يوم الجمعة وطلع على البشر فاختار منهم عليا وطلع على النساء مثلا فاختار فاطمة لو لا أن الله خلق عليا لم يكن لفاطمة كف آدم فمد إذن طلع واختيار وإجتباه أو اجتباه من آدم عليه السلام بعد أن أخرجه من الجنة التي يجنت جنة السماء أو غرج هذا يتحدث عن في باب التفسير طبعا اشتباه والمفرض يعاقب إذا كان عصى الله سبحانه وتعالى فكيف يشتبه بعد ذلك؟ إذن ليست عقوبة إنما ماذا؟ امتحان واختبار وابتلاء وكأنما بما يقول علماء مخالف الأمر الإرشاد فالحجة الأنبياء أن الحجة يجب أن يطاع يجب أن يتبع والحجة مشتبه من قبل الله سبحانه وتعالى نحن نقرأ في قصص النبي الله موسى اختار سبعين رجل لميقاتنا لميقاتنا لكن هل استطاعوا ماذا؟ يصمدوا أما باقتبار لا فشلوا؟ قالوا أرنا الله جهرة إذن كان هؤلاء المختارون الصف من قبل بني إسرائيل لم يعرفوا الله سبحانه وتعالى حق معرفته فكيف يمكن أن يرجع إلى الناس التي لا تميز بين فاكهة وأبها كيف إلى شخص لا يميز بين ذلك لا ملائكة معصومون يمكن أن يعينوا الخليفة ولا مختارون من قبل يمكن يعينوا خليفة مثلا عندنا في رواية ولو الحديث يأخذ الحديث في رواية عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يقول لو كان الأمر لي لجعلته فيه ولد القاسم سلام الله سلام الله الأمر لي لجعلته فيه ولد القاسم لحبي إياه ولرافتي ولكن الأمر ماذا؟ من الله سبحانه بيد الله سبحانه فهذا مختار الله سبحانه وتعالى إذن الاختيار من الله سبحانه وتعالى حتى أنهم في سورة براءة أستاذ محمد سورة براءة عبد الله بن عباس يقول لهم تعال في سورة براءة لنتعلم من هذه السورة المباركة بعث فلان ليبلغها للمشركين في نصف الطريق جاء النداء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك اختار علي أن ذهب الرجل هذه الصورة صورة لا يؤتمن عليها شخص صورة مجرد تبليغ الصورة إبلاغ للمشركين هذه نزلت هذه الصورة بحقكم فماذا تقولون لم يؤتمن عليها فكيف يؤتمن على هذا التين إذن هذا اختيار ربان لذاك بن عباس يقول هؤلاء لا أعرف ماذا أقول عمدوا إلى رجل أزاله الله سبحانه وتعالى من فوق سماوات فولوا وتركوا رجل والله والله الله سبحانه وتعزلوا فبالتالي الاختيار رباني ولا بد من الحجة وإكمال الحجة على الخلق إكمال الحجة ماذا على الخلق لكي لا يكون لله ماذا لله على الناس حجة لله الحجة البالغ الحجة لله سبحانه وتعالى حتى أن الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عندما رأى في الرؤية ذهب إلى مكة وكان عنده حل المشكلة رأى الإمام مهدي صلوات الله وبشره بحل المشكلة لكن أكتب كتاباً قال ماذا أكتب أي كتاب؟ قال أكتب كتاباً في الغيبة قال كتبت يا مولاي في الغيبة قال لا أكتب كتاباً واذكر فيه غيبات الأنبياء قبلي حتى ماذا؟ حتى الناس تستأنس ولا تستغرب هذا الأمر أنه عندما تأتي الغيبة للإمام صلواته الله لا لا يستغرب وبالتالي يكون الإمام مهدي صلواته الله خليفة وممثل عن هؤلاء الأنبياء من آدم حتى خاتم صلواته الله وسلامه عليه نعم بالتالي يعني سماحة الشيخ إذن هذه النقاط المشتركة بين بعثة الأنبياء أو الغاية من بعثة الأنبياء والرسل إنما جاءت لإبلاغ الأمر الإلهي بالتالي هذا الإبلاغ لا بد له من حقيقة واضحة ألا وهو الإصطفاء حقيقة الإصطفاء ابتداء لماذا إصطفاهم الله سبحانه وتعالى ولم يصطفي غيرهم هل أن الإصطفاء هنا جبر أم تفويض أم هو هبة من الله سبحانه وتعالى لبعض عباده علي بن جحفغ العريضي أخو الإمام موسى بن جحفغ صلواته ابن الإمام الصادق شيبة كبيرة محترمة يقول عندما كان يرى الإمام الجواد صلواته الله وسلامه يتواضع له وربما حمل نعاه له فيتفاجأ ابنه هاشم ماذا يفعل هذا الشيق الكبير يقال له أن تعم أبيه وتفعل به هذا الفعل أنت عم أبوه لماذا هذا الفعل قال ماذا أفعل إذا الله سبحانه وتعالى أهل هذا الغلام أصطفى هذا الغلام ولم يؤهل هذه الشيبة أو أنكر فضله يعني بعض الناس عندما تأتيهم قضايا مع أهل البيت عليه ماذا يقولون الله أعلم حيث يجعل يقولون هذا نافع ابن الأزرق يقول لا يأتيني شخص أريد شخص يجادلني في أن عليا عليه السلع عليا قاتل أهل النهروان وهو شنو على حق فقيل له هذا أولاده موجود في المدينة قال من من أولادي هل فيهم عالم قال هذا أول جهلك وهل يخلو هذا البيت من عالم من هو قال محمد بن علي الباقر والإمام الباقر جمع له الناس قال كلكم من يتحدث بفضاء الأمير المؤمن صلى الله عليه وسلم ويذكر الفضاء في مسألة خيبر يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله قال له الإمام صلى الله عليه وسلم عندما قال الله سبحانه وتعالى أنه يحب عليا ورسول الله كذا يحب عليا هل يعلم أنه سيقاتل أهل النهروان أم لا يعلم واحدة من الاثنين لو يعلم أنه يقاتل أهل النهروان لو لا يعلم أنه يقاتل أهل النهروان فإن قلت أنه لا يعلم قال هو هو اعترف قال إن قلت لا يعلم كفت وإن قلت ليعلم إذن فهو محق بالتالي فجاو سكت قال قم مخصوما قال لهم إمام باقر قم مخصوما هو يردد يردد الآية خرج وهو يروي لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسردية هذه أمثلة للصيام وكذلك للنهار والليل لكن هذا الخيط خيط الولاية خيط النور الهداية هداية أهل البيت عليهم أفضل الصادس وفي كثير من القضايا عندما يستسلمون لأهل البيت عليهم أفضل الصادس يقولون هذا الأمر لم يأتي من هنا هذا حملته الإبل من الحجاز من المدينة المنورة من ماذا مهبط الوحي أهل البيت عليهم أفضل الصادس بالنتيجة الاصطفاء اصطفاء رباني واختيار رباني كما اختار الكعبة واختار العزمنا واختار الأنبياء لأنه ماذا امتحنهم واختبرهم فيما بينهم وبينه سبحانه وتعالى ووجدهم أهلا لذلك ولو لم يكونوا أهلا لذلك لم يكن ميزة لهم على غيرهم هم أهل لذلك وأهل لتحمل المسؤول والتالي تخت الحجة إذن أستاذ محمد في مسألة السفير الثالث نعم الحسين بالروح النوبختي أحد بني نوبخي قال ماذا أنت لم تختر حجة هذا كان مقرب من السفير الثاني جدا يجلس عند رئيسه والحسين بالروح يجلس عند قدمه عندما جاء الأمر بجعل الحسين بالروح ماذا هو الوسي هو السفير الثالث قام وجلس عند رئيسه قيل له لماذا لم تختر أنت أنت مقرب جدا من العشرة من كذا من الأربعين التحت يد السفير الثاني قال أنا أولاقي الخصوم ولبما أحاجج وأتكلم وقد أضعف نعم أما الحسين بالروح لو كان الحجة أو قريب الحجة تحت قدمي بهذا المثال ولو قطعت قدمه لما تكلمون لما تكلمون إذن إذا كان السفراء يختارون بهذا الشكل فكيف ماذا أوصي الله سبحانه طبعا من المطلع على القلوب حتى يختاروا فلان وفلان كيف نؤمن بعصمة الأنبياء والأمة نؤمن بعصمتهم في سرهم في علانيتهم وفي كذا كيف نؤمن بعصمتهم نؤمن بعصمتهم من قلال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى عصمهم وطهرهم ووجدهم أهلا لذلك لذلك الاصطفاء اصطفاء رباني واختيار رباني من قبل الله سبحانه وتعالى ولا يمكن للبشر أن يدخلوا في هذا الأمر نعم بالتالي سماح الشيخي مع كل هذه المقدمة هل هناك نقاط مشتركة وفقا لما تقدم بالنسبة لموقعية الأنبياء والرسل نعم وتفضيل أحدهم على الآخر نعم التفضيل ما بين الأنبياء ورسل تفضيل ربان طبعا عندنا كما تعلم عدد الأنبياء كثر 124 ألف نبي والأولي العزم مقدارهم 5 أولي العزم والأنبياء والرسل مقدارهم 313 لكن في مائز بين هؤلاء الأنبياء طبعا أكيد يمتازهم خاتم الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسالة وخاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم النقاط المشتركة القاء الحج أنهم طبعا أعلم الناس ولا يمكن أن يسأل عن شيء ويقول لا أعلم يمكن لا يجيب يمكن لا يجيب كما عن سليمان عليه هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب أنه يسأل عن شيء ويقول لا أدري لا لا يمكن أن يقول لا أدري وما أصحاب الأمم عليهم أفضل الصلاة والسلام فضحوا أصحاب أولئك ويجعلوا يتوسلون بهم يعني إذا محمد بن مسلم كان يلجأ إليه ماذا أبي حنيفة محمد بن مسلم أحد أصحاب الإمام الواقر والصالح يلجأ إليه هؤلاء فكيف الأمم عليهم أفضل الصلاة والسلام إنها هنا علم جمع بعض يقولون إذا كان هذا وزن سلمان وهذا علم سلمان فكيف وزن صاحبه وهو الأمير المؤمنين علم صاحب إذا كان علم سلمان هكذا إذا كان علم رشيد الهجر هكذا كان علم حبيب مظاهر ميتم التمار هكذا فكيف علم صاحبهم الذي علمهم فكيف علم الله سبحانه وتعالى وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا لا مقياس أول شيء العلم والاختيار من الله سبحانه وتعالى وإلقاء الحج على الخلق لا يعذره حتى أننا في روايتنا عن الإمام الحج صلوات الله وسلام دولتنا وحنا في برنامج دولة إمام المهدي دولتنا آخر الدول لألا لا يقول قوم لو حكى منها لعدلنا كلها تحكم كلها تحكم وكلها تبشل لا نشوف العالم الآن صرع غتال دماء هنا وهناك ننتظر ماذا الطلع البهية له صلوات الله وسلامه إذن حججوا الله يحملون علم الله سبحانه وتعالى نعم يحملون رسالة الله سبحانه وتعالى ويلقون الحج على الخلق ولا حج للخلق ماذا على الأنبياء الأنبياء ماذا اختلفهم الله سبحانه وتعالى كما يقول أمير وبعتهم لأمير ماذا ليثيروا لهم دفائن العقول هذه فائدة البعتة طبعا بعض الناس تنكر البعتة أنه الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عندما يسأل أنه شون نثبت الأنبياء يسأل سأل الزنديق نعم عليه سألتنا وجود الأنبياء قال إحنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عننا لا يمكن أن نحاججه ويحاججنا ونلامسه لهم ثبت أن له سفراء سفراء عنه وهذا السفير ممثل عن الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يكون جاهل لا بالسفير مؤدب بالحكمة بينه وبين الخلق هو بشر يشاركهم في الجسم بغير لكن لا يشاركهم في العلم أكيد علمه لا يصل إليه أي بشر في وقته نعم بالتالي سمحت الشيخ هناك إشارة أيضا لموقعية بالنسبة إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليه لذلك ماذا بشأن مقامات الأوصياء التي ذكرها أيضا الدعاء المبارك وتخيرت لهم أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة لماذا هذا الإصطفاء أو هذا الاختيار أيضا لهؤلاء الأوصياء نعم لا بد من استمرار المسير النبوي للأنبياء هؤلاء من آدم صلوات الله من آدم حتى الخاتم صلوات الله وسلامه عليه ولا بد لهذا الدين من حافظ لا يمكن أن يحفظه ماذا غير أهله نعم يا إمام الحسين صلوات الله خلينا توقفت هذا المقدار سموحة الشيخ لما نعود لكم لهذا الحديث أعزائي المشاهدين كونوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لا تهمني المسافة دومك ويان أزورك وانهضم وعيوني شمعي حلم عندي أرش دموعي على الباب يجي يوم الخميس بالف دمعه دخيلك خدني للحظرة دخيلك دمعتي جمرة دخيلك خدني للحظرة دخيلك دمعتي جمرة يا حسين سلام الحظرتك تدريني مشتاك أحس ترد يقول أكبر سلامي أسولك من بعيد أعذرني مولاي تدر بحالتي شوق وهيامي دخيلك بعدك بغربة دخيلك حالتي صعبة دخيلك بعدك بغربة دخيلك حالتي صعبة يا حسين يا حسين يا حسين اشتركوا في القناة أعزائي المشاهدين هذه عودة إليكم مرة أخرى برنامجكم دولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وملامح المشروع السياسي للإمام المنتظر قراءة في دعاء الندبة أنموذجا مرحب ثانية بضيف السماح الشيخ أهلا ومرحبا به ضيفا عزيزا علينا السماح الشيخ قبل الفاصل قد وقفنا عند بعثة الأنبياء والرسل والتوضيل بين الأنبياء والرسل وأن هناك خصوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومقامه بالتالي ماذا بالنسبة لمقامات أوصياء الأنبياء أيضا نعم وكما في الدعاء المبارك وتخيرت لهم أوصياء مستحفظا بعد مستحفظا من مدة إلى مدة نعم ورد في الرواية طبعا حصل كلام من الأفضل الرسول المرسل أنه من الأفضل جبرايل أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض هؤلاء البعداء نعم يدعون ماذا أنه جبرايل باعتباره هو الذي يأتي بالأمر لله فقد يكون أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم من سائل وهو عالم طبعا يسأله سؤال خبيل أنت أفضل عن جبرايل نعم قال يا علي إن الله فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين ذنب الانبياء المرسلين مفضلون على الملائكة المقربون وفضلني على جميع الأنبياء والمرسلين ذنب الفضل ماذا على جميع الأنبياء وبالنتيجة أفضل من الملائكة المرسلين وَالْفَضْلُ لَكَ مِنْ بَعْدِيَا عَلِيُّ وَالْلِأَمَّةِ مِنْ بَعْدِكَ أذن الفضل ماذا نفسه كنفس النبي صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارم منزلة هارم لا أنه لا نبي من الأفضل في استفاء كلامكم من الأفضل بين الأم عليهم طبعا كلهم نور واحد لكن فرهوة تعبر ماذا لمحمد صلى الله عليه و لعلي فضلهما يبقى بين سيدة الشهداء حسن وحسين ثم في التسعة من الأفضل في التسعة في بعض الواقع تقول أن الإمام المهدي صلى الله عليه و سلامه عليه عندما أراهم الله سبحانه و شبح الأولياء و شبح القوام صلى الله عليه كان بينهم كالكوكب الدري قد يفهم منها ماذا أنه أوضل جميع التسعة من ولد الإمام الحسين صلى الله عليه و سلامه إذن رسول الله و أمير المؤمنين و الحسن و الحسين ثم طبعا في كلام بعض العلماء يتكلم عن أفضلية الزهراء صلى الله و سيد الصديقة الكبرى أنها حجة على الحجة أنها حجة على الحجة في كلام في هذا المجال في حجية طبعا قلنا قبل قليل أنها كفء لعلي ما كان لعلي كفء إلا الزهراء عليه و السلام و ما كان لفاطمة كفء إلا علي صلى الله و سلامه و لو لم يخلق الله سبحانه و تعالى عليا لما كان لفاطمة كفء إذن هل اصطفاء المميز في التسعة من المعصم هو الإمام مهدي صلى الله و سلامه و هو المتخير من قبل الله سبحانه و إذنه لإقامة الدولة يعتبر هذه الدولة خاتمة الدولة يعتبر ماذا شخصية مؤهلة لهذا الأمر في بعض الروايات كأنه الإمام يفدي ماذا يفدي بنفسه الإمام مهدي صلى الله و سلامه عليه لو أدركت ذلك الزمان لخدم لخدمت كيف تصل هذه المرحلة إذن منزلت و عظمة الإمام المهدي صلى الله و سلامه الرغم من نشر هذا الفكر و أذاء هذا الفكر وتحمل زاء المصاعب وتحمل المصاعب والإمامين والباقرين طبعا أما كلهم صلى الله و سلامه لكن بدرجات من تفاوتها لكن فرصة وتيحت للإمام الباقر و الإمام الصادق عليه السلام بنشر هذه العلوم العظيمة بحيث أن الإمام الباقي يقوم شرقها و غربها لا تجدها علمها صحيح لا علمنا أهل البيت عليهم أفضل صلاة و السلام لا يوجد حتى أن ماذا فاطمة صديقة أم الإمام الباقر صلى الله و سلام صديقة لم يدرك في آل حسن مثلها جاء شخص ماذا يقول وضعت يدها على الحجر و قال لا أخطأت السنة قال لا تعلم السنة منك سنة تعلم في بيوتنا في بيوت ماذا نزع ذكرتني بكلام لسيد الشهداء صلى الله و سلامه عليه عندما يأتيه الشخص يسأله و قال يا أخي الأزد لو جئتنا إلى المدينة لرأيت ماذا الملائكة تزاحمنا على تكاءاتنا ممكن نريك زغب الملائك معنا ما بطل الملائك مختلف الملائك فالآن ليلة الجمعة فالآن مختلف الملائك تأتي تستأذن ربها لزيارة السيد الشهداء و هذه الليلة المباركة و هذه الليلة المباركة و في هذه الليلة الجمعة تستأذن تستأذن الأنبياء في زيارة الإمام الحسين صلى الله عليه أي عظمة كريم الله روح الله خليل الله حجة الله صفة الله يا وارثة كلهم يستأذنون لزيارة الإمام الحسين صلى الله عليه إذن أي أعظم و أي منزلة وأي اصطفاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام خصوصا مع سبق الخلق لهم فاعتبر ابتلى ربي بكلماته فأتمهن فقال إني جاعلك في الأرض الخلي وابتلى آدم ابتلى آدم وتوسل ماذا بالخمسة أصحاب الكساء صلواته الله وابتلي إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام قال ومن ذريته قال لا ينالوا حتى لو كان من الذرة الظالم لا يستحق الإمام ظالم لنفسه ظالم لربه ظالم للآخر والذين ماذا نافسوا أميرهم ظلموا أنفسهم وظلموا آخرين وظلموا الله سبحانه وتعالى نصب عمارهم في الشرك وبالتالي لا يقارون لا يقاس نحن يقوم لا يقاس بناء كما يقول كما يقول لو فضلني فلا فاضلني بين فلا جلت حد المفتر لا يوجد مجال للمقايز حتى ممكن أن يقاس أهل البيت عليهم أو بغيرهم نعم هم الحج على الخل نعم بالتالي سمحت الشيخ يعني أيضا يبين الدعاء المبارك الذي يقول وتخيرت لهم أوصياء مستحفظا من بعد مستحفظا من مدة إلى مدة يبين الغاية إقامة لدينك حجة على عبادك حجة على عبادك ولألا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل عن أهله أو على أهله ولألا يقول أحد لو لا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل أو هو إلقاء الحجة عن الخلق إلقاء الحجة بوجود الأوصياء أوصياء الأنبياء حتى لا يمكن قد بعض الناس ممكن بتعبيرنا يصير ذكي على الآخر لكن هل يمكن أن يتذاكى على الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن تخفى يخفى ماذا الإنسان على الله سبحانه وتعالى يخفى ممكن تخفى عيوبه وتخفى كلماته يمكن أن يقول لم ترسل أي حجة نحن في بعض الروايات في بعض الروايات أنه يسأل لماذا ارتكبت هذا الفعل قال يا ربي لم أعلم قال هل لا تعلمت هل لا تعلم لماذا لم تتعلم عليك أن تتعلم وهكذا لا توجد حجة للخلق على الله سبحانه وتعالى من بعث الأنبياء وأنبياء 124 ألف هذا العدد الضخم وأوصياء الأنبياء مستحفظ بعد مستحفظ الأنم عليهم مع تعرضهم للآلام والظلم والقتل والاستهزاء بكل أنواع الاستهزاء ساحر مجنون شاعر كل الاتهابات بعد ذلك صمدوا ووقفوا وأدوا هذا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به بالتالي أيضا بين الدعاء أنه بعد بعدم الإنذار وبلوغ الحجة وكل شرحت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصية بالتالي هذا أيضا بمقامات الأنبياء والرسل ثم أنه مع هذا الاختيار ومع هذا الاصطفاء أنه كان لكل منهم شرعة وكان لكل منهم أيضا منهاجا كذلك أوصياء الأنبياء كان لهم شرعة ومنهاجا ألا وهي شرعة ومنهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم طريقتهم طبعا شراء الأنبياء مختلفة قلنا شراء شراء اليهودية شراء النصرانية شرعة الإبراهيمية شراء السابقة إلى أن ختمت بخاتمة الشراء الدين الديانة الإسلامية دين محمد صلى الله عليه وسلم وحلال محمد حلال إلى يوم القيام وحرام محمد حرام إلى يوم القيام لذلك في بعض الروايات أنه يسأل أمه ممكن أن يصدر كلام عنهم بالرأي والقياس أبدا قال أنه لا نحدث عن فسن نحدث ماذا كنوز نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم مستخد من بعد نحدث عن الله حديثي حديث أبي وحديث أبي أكثر من ذلك أنه دخل بعض الأشخاص على الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم فكان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسأله من أين السند بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أسأله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى الإمام الصادق عليه السلام كأنما أرادوا أن يختبر الإمام صلى الله عليه وسلم قال ذهب الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ماذا عن النبي فقال لهم الإمام الصادق قال الله تعالى هذا نسب الحديث مباشرة ماذا كان لأنهم حججوا الله حديثه حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وهذه سلسلة الذهب اللي يقولون بها ماذا لو قرأت علامة مجنون وأفاق لما كان عجب سلسلة الذهب فلان وفلان علي بن موسى الرضا الإمام الكاظم الإمام الصالح وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الله سبحانه وتعالى وهؤلاء حججوا وهو لا أوصياه ولا أصفياه والذين تخيرهم الله سبحانه وتعالى اختيار الله سبحانه وتعالى واصطفاء الله وليوجد خطأ في اختيار الله أبدا أبدا لا يمكن أن يكون هناك خلل في اختيار خلل في ماذا في البشر وفي اتباع البشر ليس الخلل في ماذا في الخطة الإلهية الله سبحانه وتعالى في بداية الدعاء ماذا دخل الله سبحانه وتعالى ثواب الجزيل لهم بعد أن شراط عليهم الزهد في درجة إذن دنيا لا قيمة لها أترجو الخير من دنيان أهانت حسين الصبت واختارك يا زينة وعلى كلام هذا الشاعر الشعبي دنيا وأسر الزينة تشاشر لك بعد بي يعني هذه الدنيا ممكن يلهوزن عند الله سبحانه وتعالى لو كانت جناح تسوى عند الله تعادل جناح بعض لما سقى منها الكافر شربت ماء إذن لا قيمة لا يعلمون ماذا أن محلهم عند الله سبحانه وتعالى وفي الفردوس أحسنت بالتالي سماحة الشيخ يعني مع كل ما تقدم ما علاقته ذلك بالمشروع المهدوي نعم قال الإمام المهدي خلاصة هذا المشروع على الله جميعا نعم خلاصة رسالة آدم بعثة آدم عليه السلام بعثة نوح بعثة إبراهيم عليهم أضل الصلاة والسلام بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادهم باعتبار لم تكمل الدولة لم تتحقى على يد من تتحقى الرواية ذكرت لنا قل لك نموذج من الرواية أستاذ إبراهيم أستاذ محمد نعم قال عن الإمام زين العابدين عليه السلام في القائم مننا سنن من الأنبياء سنن نعم أتباع الأنبياء سنة من آدم نعم و سنة من نوح و سنة من إبراهيم و سنة من موسى و سنة من عيسى الله و سنة من أيوب و سنة من محمد صلى الله عليه وآله ننسون عن الأنبياء يتبعهم و اجتمعت فيه هي تفرقت في الأنبياء لكن اجتمعت و اجتمعت ماذا في الإمام المهدي صلى الله عليه صلى الله عليه و أما من موسى فالخوف و الغيبة رابعا قومه من خائفا يترقى نعم خرج و أما من عيسى فاختلاف الناس فيه تلفو و أما من أيوب فالفرج بعد البلوى و أما من محمد صلى الله عليه وآله و سلم فالخروج بالسيف هذه تتحدث عن شبه بعض الأنبياء هناك رواية أخرى تحدث عن شبه أنبياء آخرين نعم مثلا محمد بن مسلم الذي اتحدثنا عنه نعم قال إن في القائم من آل محمد صلى الله عليه شبه من خمسة من الرسل يونس بن متة نعم و يوسف بن يعقوب و موسى و عيسى و محمد صلى الله عليه صلى الله عليه و أما شبه من يونس بن متة شنو الشبه نعم يونس ماذا في بطن قد و ذنون الذهب و مواظب فظلنا أن لن نقبل نعم ورجع نعم فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كبر السن نعم و ذنون رجع و الذي يشتشكل على غياب الإمام مهلي صلى الله عليه وسلم هذه غيبات كيف يؤمن أنه النبي في بطن حوت في البحر في ظلام الله كيف يؤمن أنه و الحوت الحوت الذي يسمونه يقولون الحوت الأزرق لا يمكن أن يعيش الإنسان ماذا صحيح لا تكون له أسنانك لكن يقتنق لا يشتم ماذا شيء من الهواء يقتنق مباشرة و أما شبه من يوسف بن عقوب فالغيب من خاصته و عامته غاب عن أهله سنف و اختفاؤه من أخوته و إشكال أمره على أبيه عقوب النبي مع قرب المسافة بينه و بين أبيه و أهله و شعر ما كان يعرف أنه في مصر ما كان يعرف ماذا في أي بلد من البلدان و أما شبه من موسى فدوام خوفه و طول غيبته و خفاء ولادته بعد و تعب شيعته من بعده الله و تعب شيعته من بعده مما لقوا من الأذى و الهواء الله إلى أن يأذن الله عز وجل في ظهوره ماذا و نصره صلوات الله صلوات الله و سلامه طبعا لذلك أسعد الناس أسعد الناس بدولة الإمام المهدي من أهل الكوفة نعم باعتبار أكثر أكثر ناس لاقوا من العذاب و الهواء و الذول على يد الطواق ثم أهل الكوفة باعتبار بعض بعض النساء تعمل عند الأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في بيت الأمام الصادق عليه السلام أحد الأمة عليهم هذه لا تعرف أهل البيت عليهم لكن تعرف هؤلاء الشيعة فيبكون مرات إذا أذنبت ذنبا تريد أن تعتثر قال لا و حق الذي إذا ذكرتموه بكيتم لا لا و حق الذي إذا ذكرتموه لا تعرفهم لكن هذه المميزات ماذا لشيعة أهل البيت يبكون ماذا يفعلون يبكون على الأمة يزورون الأمة يظهرون مودتهم و محبتهم للأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما هي الجناير اللي ارتكبه الشيعة على طول الزمن بحيث يقتلوا و يصلبوا و يجرموا و يجنوا إلى تلك الجرائم اللي ارتكبها مع هذا الطواق و ذهبوا إلى مزبلة التاريخ و إلى جهنم و بئس المصير بالتالي سماحة الشيخ يعني من العلاقة التي نقرأها أيضا هو دمج هوية المحصومين صلوات الله وسلامه عليهم بهوية القائم صلوات الله وسلامه عليه لذلك كان لابد من هذا الاستعراض يعني الاستعراض الهوية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حتى يتبين لنا هذا المشروع هل لهذا المشروع خطورة و أهمية حتى يأتي مثل هذا الدعاء دعاء الندبة و كثير من الأدعية و كثير من أحاديث الأنبياء و الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ليركزوا على هذا التشابه لكي نفهم حقيقة المشروع المهدوي إذا أدركنا المشروع الآخر و طغيان الطواغيت و استكبار العالمي و دول الكفور التي تقف تقف ماذا؟ في وجه هذا الخط الأصيل نعرف حجم ماذا المشروع الإلهي إذا كان المشروع الإلهي يتجسد بشخصا و هذا الشخص يجسد ماذا؟ ملايين السنين كيف يحمل ماذا؟ هم ملايين السنين هؤلاء البشر الذين ذهبوا منذ آلاف السنين و ملايين السنين يحقق هدفهم من؟ الإمام مهدي صلوات الله إذن و أي مشروع هذا؟ أي عظمة لهذا المشروع بحيث أنه كل عذابات السنين و كل آلام السنين و كل طموحات الناس و رغبات الناس بعض الناس رغباتهم ماذا؟ بتحقيق العدل الآخر كيف يتحقق؟ لا بد يتحقق على يد هذه الشخصية العظيمة و أي تحقق؟ أي طبعا نحن موعدون حتى لو هؤلاء الذين ماتوا قبلنا و نحن المهم ما عليك أن تقدم هذا الأمر تقدم أو تأخر ستكون في فسطاته صلوات الله وسلامه لكن ما هو الأسعد طبعا؟ أسعد أن تكون معه صلوات الله وسلامه لكن عليك أن تؤمن و تنتظر و لا تنحرف يمينا و الشمالة لأن هذا الطريق ليس ههينا تأتي التيارات تأتي الخطوط المنحرفة تأتي الدنيا تأتي فلان و فلان ليحرف الناس من هو من داخل البيت من هو من خارج البيت لذلك المؤامرات كبيرة أولاد الأنبياء انحرفوا أولاد الأمن انحرفوا الذي عذب الإمام المهدي صلواته الله وسلامه و يدخل الطواغيط على بيته من؟ و عمه جعفر فإذن لا يخضع الإنسان ماذا؟ لا يضعف عليه ماذا؟ أن يكون ماذا؟ كالقابض على جمره هذا القابض على الجمره حتى يأتي زمنه صلوات الله وسلامه و ينشر العدب ماذا؟ في أرجاء المعمورة و ينهي عذابات البشر بالتالي مع كل ذلك نقرأ مثلا أن الشوق الذي تحدثت عنه و أنه أسعد الناس به يوم ظهورهم أهل الكوفة لكن مع ذلك عندما نقرأ ماذا يطلب هؤلاء؟ يطلبون اللهم اجعلني من أوليائه أتباعه أشياعه المقاتلين تحت لواءه و المستشهدين بين يديه هذه طلباتهم نعم يعني مع كل هذا ولكن يطلبون الشعارات أمنية شائق يتمنى من مفردات الدعاء أمنية هؤلاء المشتاقون له صلوات الله وسلامه و نشر عدله نشر عدله و بسطه على أرجاء المعمورة لذلك يكون ماذا؟ أسعد الناس طبعا قد ترى في من مختلف البلدان من يتوق لرؤية الإمام صلوات الله وسلامه المستضعفين كثر قد لا يعلمون بهذا الدين قد الله سبحانه وتعالى يدقل الناس الجنة بحبهم للشيع وهم لا يعلمون ما أنتم عليه و يحبونكم الله سبحانه وتعالى يدقل كما يدقل بعض الناس الجنة بمحبتهم لفاطمة من سقى ماء بحب فاطمة فكثير من المستضعفين من لا يحب أن ينتشر العدل الإلهي؟ من الآن في هذا الكون كلها تطالب العدل أنه النظام العالمي الجديد و غيره على الأساس يحقق العدل هل يمكن أن يحقق العدل؟ فمع هذه الدول المستكبرة لا يحقق العدل إلا صاحب الرأي عندما ينشره رأية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و تنقاد الأمم له بعد الصراع الطويل مع الجبابر و الطواغيت حتى أن سمع الشيخ نقرأ أيضا في أدبيات الأمم السادفة أو الأمم الحاضرة أنهم كلهم ينشدون هذا المؤمن المعود هذا المخلص هذا الزرادشتية الهندوز إلى ما إلى ذلك كلهم ينشدون هذا المخلص لكن مع التفاوت لكن هل يبلغون كل هذه الأمنية و كل هذا الطموح بأمنية واحدة سمعت الشيخ؟ لا بالأمانة لا يمكن أن نتحقق لا بد من العمل لا بد من العمل حتى أهل البيت عليهم أظهر هذا ما يعبر عنه بالانتظار الإجابي أن نعمل وفقه أن تعمل بما أمرناك وتنتهي عمانك إذا عملنا بهذا الأمم كنا من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ومن أنصاره الأمانة وحدها لا تكفي ليس بأمانيكم ولا أمان من أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به لا بد من ماذا أن يعمل حتى يكون من أنصاره قد يؤهل يؤهل ماذا ليكون من أنصار الإمام صلوات الله هذا الحلقة ضيقة هذا الكون كله هذا الكون كله لا يمكن أن تغطي 50 مرأة أو 10 ألف موظف مع هذا العالم واتساعه وكثرة البشر هذا بعنوان القادة هذا بعنوان القادة القادة الرئيسية كما في القادة الممثلون 313 من الممثلون 50 أمرأة في دولة الإمام صلى الله عليه وسلم أما الحلقة الأقرب فهي 10 ألف كما في بعضي الرواية ثم بعدها كما تعبر العقد في الرواية وخمسين أمرأة منها لذلك يعني هكذا تحفز النساء تؤمل النساء بروية الإمام صلى الله عليه وسلم أن هناك قادة من ضمن النساء هذا لا يقال أن هذا الدين الإسلامي هذا يظلم أي عدل يحقق المرأة أفضل من الدين الإسلام هذا جواب واضح على الذين يتشدقون بأن الإسلام ينتهك حرمة المرأة ويضيع حقها الصائل للمرأة هو الدين الإسلام الصائل والحافظ للمرأة بجميع الديانات لو ذهب الإنسان الأخوان ذهبوا إلى الغرب غيرها إلى الدول الصين أوروبا أمريكا كذا لم يجوا الاحتراما وتقديرا كما في هذا الدين لذلك الله سبحانه وتمنى بالهداية على كثير من الناس أحد الكاتبات كتبت قال وأخيرا أشرقت الروح أشرقت الروح بولاية محمد وعلي الله سلام عليكم شكرا جزيلا لك على ما تفضلت بي من حزني لجابة سماء الشيء الله أحفظكم الله رعا أحياكم الله كذلك أعزائي المشاهدين هذا شكر واصلون إذنكم لا رقاة وخلا نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أحفظكم سلام عليكم شكرا جزيلا لك على ما تفضلت بي من حزني شكرا جزيلا لك على ما تفضلت بي من حزني شكرا جزيلا لك على ما تفضلت بي من حزني شكرا جزيلا لك على ما تفضلت بي من حزني